إحنا سؤالنا النهاردة مش ليه الناس بتمشي من أماكنها سؤالنا ليه الناس بتبقى زهقانة قوي كده من أماكنها وليه في أماكن طاردة للعمالة بشكل رهيب ومعدلات تغيير الناس فيها مرعب بتزهق وبتتعب خليني أقولك بقى على خبر حلو قبل ما أقولك إنه بيئة العمل ضاغطة وإن الناس بتتعب في شغلها عندي خبر حلو جداً يخص مصر مصر اتصنفت في التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة كواحدة من أفضل الأيكو سيستمز أو البيئات الصاعدة على مستوى العالم اللي بتوفر مناخ مثالي لإنشاء ونمو الشركات استنى بقى لأن المعلومة دي تبان كده مجعلصة لكن ببساطة يعني التصنيف بيقول أنه مصر مكان كويس جداً تعمل فيه شركة جديدة وتكبر الشركة دي بسرعة ومعدلات جيدة جداً والبيان لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات اتيدة المعادلة واضحة يعني عشان أعمل شركة وأكباري أنا أكيد عندي فكرة وعملت شركة ومحتاج بقى موظفين يشتغلوا في المكان ده وأوفر لهم كمان بيئة عمل كويس فتطلع نتائج مهمة أو تفرق لكن الحكاية بقى لما بتبقى بالعكس الموظف وبيئة عمل ضاغطة بتضايقه ما بتصلحش يطلع إنتاج ضعيف فكرتك تروح شركتك كمان تضعف فالسؤال بقى هو صاحب العمل ما فكرش ليه في الحسبة دي في المعادلة دي طيب أنا لو صاحب عمل أعمل إيه؟ الإجابة ببساطة على رأي القول المشهور أعمل الصح بجد أعمل الصح أعمل الصح مش مجرد إفيه فيلم بس أدقوني ينفع نفتكرها دور على الصح وعمله مش معقول يكون حد صاحب شركة مش عارف إنه لو الموظفين اللي بيشتغلوا عنده مش مبسوطين مش هيقدموا أي إنتاج دي أول خطوة